واحد ويساوي اثنين متر هاي هي الازاحة معناته انا بفهم ان المسافة انا بهمني انه اتجاهه وين كان بهمني قداش قطع بينما الازاحة بهمني اتجاهه وين راحه وكيف اي جاي يعني بهمني شو انجز من المشي اللي مشى لو اخذنا كمان مثال قلت لك انه انا عندي هون شخص وهون مسجد المسجد ببعد عن هذا الشخص خنقول ثلاثة متر وعندك المدرسة بتبعد خنقول كمان خمسة متر هذا عندك الشخص طيب انا بقول لك قطع مثلا سمينا محمد محمد قطع مسافة من موقعه الاصلي طبعا هذا الموقع اللي بنطلق منه او اللي بشير له دائما بسميه ايش الموقع او ايش بسميه بسميه نقطة اللي هو البداية وممكن اسميه ايضا اللي هي نقطة الاسناد الموقع اللي انا حكيت لك انه محمد انطلق من مكانه اللي من نقطة الاسناد تبعته الى المدرسة فرح تيجي تقول لي قديش المسافة رح اجي اقول لك المسافة بين محمد والمدرسة ثمانية متر طب والازاحة برضو الازاحة قديش ثمانية متر تمام طب اجي اقول لك انه محمد مشى للمدرسة وبعدين رجع على المسجد المسافة بين محمد يعني الى المدرسة الى وين المسجد يعني اول ايش رح على المدرسة بعدين رح على المسجد رح تيجي تقول لي بين محمد والمدرسة ثمانية متر طيب وبين المدرسة والمسجد خمسة متر معناته رح تيجي تقول لي المسافة تساوي ثلاثة زائد خمسة زائد خمسة لانه رجع معناه ثلاثة زائد خمسة ثمانية زائد خمسة ثلاثة متر طيب الازاحة رح تيجي تقول لي انه الازاحة ثلاثة بين محمد والمسجد